يا مساء الفل او صباح الفل انا معاكم شريفة حمدي ان شاء الله هنقدم مع بعض الموديل ده النهاردة انا حابة بس اشكر كل اللي سأل علي الفترة اللي فاتت بجد شكرا جدا كنت دعم لي الفترة اللي فاتت الحمد لله انا بقيت بخير وان شاء الله هنقدم مع بعض كده فيديوهات حلوة زي الاول واحلى كمان ان شاء الله هنقدم مع بعض بقى الموديل ده بصحة بايبي القماشة دي هي القماشة بتاعت القمر بتاعت الاساور بتاع هي اسمها دربي او رب تبقى فيها خطوط كده وفيها لكرة عالية آآ في منها البلوستر وفي منها القطن طبعا احنا القطن احسن بكتير ما بيوبرش وبيبقى احسن على الجلد لو في ناس حساسة او حاجة بصحة بايبي هو بيبقى مقفول كده ما بيبقاش مفتوح يعني بيبقى كله متوصل ببعضه بيبقى فيه لكرة عالية بوريكو كده ان فيه لكرة عالية آآ هو مطته عالية ما بتحتاجيش يعني هنعمل منه البلوفر اللي انتو شفتوه او الباضي اللي انتو شفتوه ده يلبس آآ وزني تمانين لحد وزني تمانين انا خدت العرض حوالي اربعة واربعين زي ما اتفقنا ان احنا في اول حاجة بنعملها بنطلع القطعة طول وعرض بحيث ان احنا نقدر نشتغل عليها بسهولة كده انا طلعت العرض اربعة آآ اربعة واربعين ده كده على المفتوح يعني كده طبقتين بس حبيل والطول عملته على ستة وستين يعني كده ده الوش والدهر المقسات دي مش مقسمة على اربعة انا قصيت بس الطبقتين والجزء اللي تحت ده هنعمل منه الكرانيش اللي انتو شفتوها دي الشرايط اللي على على البادي دلوقتي بقى هقسمه باوريكم الجزء اللي تحت ده اللي هنعمل منه الشرايط هقسمه دلوقتي على اربعة وبصي حبيبي دلوقتي احنا هنعمل الرقبة تمانية سانتي في اتنين سانتي او تلاتة سانتي وهنعمل الرقبة الخلفاء الامامية عملته حوالي تسعة سانتي انا رسمته معاكم هنا بس يعني كان الموديل الاول هعمله بكتف الجابونيز او كتف الزائب فانا بعد كده غيرت رأيي يعني لما فصلته وشفته كنت هعمل الرقبة رقبة عادية فانا دلوقتي وانا معيكم بعمل الكتف الجابونيز بس احنا هنغيره بعد كده هوريكم في اخر في وسط الفيديو كده في تعديل هوريه لكم انا سيبت كل حاجة عشان الحابب يعدل انا نزلت حوالي اتنين سانتي وخدت الاخر القميش لكن انتو لما تيجي تشتغلوا هتشتغلوا عادي خالص يعني انا خدت كده دلوقتي ده الطول بتاع الكمب عشرين سانتي حوالي عشرين سانتي الفتحة بتاعة الدريا انا ما عجبنيش بقى ودخلت حوالي اتنين سانتي وخدته على ما فيش كده لما عملته كده حبيبي الكورنيش كان سائط مع الكمش جابونيز ما كانش حلو فعدلته انا هنا بقول لكم اللي عايز ياخد مقاس الوسط ياخد اللي عايز ياخد مقاس هو كده كده ده مش هيوصل الهب يعني هو قصير يعني زي ما انتو شفتوه على الماني كان اول ما ما ظهر لكم اه هنا بقى في فكرة ان انا كنت عايزة اعمله هيقول كده منه في يعني رقبة كده عالية بس مش هيقول كامل فقصيت بس مجرد ان انا اللي قصيته قصيت بس الكم وعملت فرط هنا مكان الرقبة يعني انا رسمت لكم الفتحة بتاعة الرقبة لكن انا كنت هعمله برقبة عالية اعملت فرط بس كده يعني هيقول منه في اللي حابب يعمل كولة طويلة يطول في الرقبة شوية كده حوالي خمسة سنتر هتلاقوني برضو انا بفصل على المكانة شرحها لكم لو انت عايزين تعملوا الكولة منه فيه وبتتعامل اوفر من فوق كان نازل الموديل ده بكم كده منفوخ اه ترين بالسانية دي وكان بيبقوا عاملين ومن فوق اوفر بس كده اهو بوريكم انا بخيب بس اللي كتائف لكن احنا هنعمل تعديل مع بعض على المكانة ويعتبر برضو اعادة تدوير لو انت عندك حاجة بالمنصر ده ممكن تعمل لها اعادة تدوير دلوقتي دي القطعة اللي تحت هعمل منها الشرايط اللي هتركب على على البلوفر ايوة كده انا سمتها ايه حوالي تسعة سنتي عرضها تسعة سنتي بطول بقى طولها بقى بطول العرض بتاع القماشة نفسها كلها اهو كده وهعمل منه اربع شرايط بالمنظر ده هفتح بس الجزء اللي تحت الجزء اللي تحت التاني من كده دي معي شريتين بس انا هعمل منه شريتين تانيين وهو بوريكم هيبقى منظره كده هيتكشكش ويتحط كده دلوقتي اول حاجة هنعملها مع بعض ان احنا هنخيط الكتاف مع بعض كده هخيط عرض الكتاف مع بعض اشوف الفرط فين هخيط بعد الفرط عشان الفرط ما يزهرش معي ده وعجبكم الفيديو وشاركوا واول مرة حد يشوف القناة شاركوا في القناة ودوسوا لايك ياريب بقى تتعموني عشان نعوض الفترة اللي فاتت اللي احنا تأخرنا فيها دي وبازن الله هنزل لكم ودلات جديدة عشان رمضان طبعا والفساتين وازدال بازن الله هنزل لكم ان شاء الله ده عرض الكتف التاني كده خلاص خيطها القماشة دي حلوة جدا يا جماعة بس الحلوة منها قوي يعني فعلا القطن تحفة يعني في التفصيل بتطلع حاجات تحفة يعني ده تقدري تلبسيه على الشميز ابيض مسلا من تحت تقدري تلبسيه على فستان آآ سق تقدري تلبسيه على جيبة سق لي كزا طريقة في اللبس بيبقى شكله تحفة كده انا خيطت خلاص العرض الكتاف دي بقول لكم الرقبة هو لو حابين تعلوا الرقبة شوية نزله حوالي خمسة سنتي عشرة سنتي على حسب الكلة انت عايزها قد ايه وابتدي عملي عرض الكتف بتاعك يا رب تكون الفكرة بسيطة ووصلت لكم ده بدل ما تقصي تعملي رقبة وبعدين تعملي كولة لوحدها القماشة دي بتتعامل يعني اوفر آآ هي التقيل منها يعني دي مش هتقيلة معايا تانيتها في التاني جميلة آآ في منها الخفيف تعملي اوفر احسن عشان في التاني او في الرفية بتلاقيه كده يموج او كده ده الكورنشين هم بوريكم يتحطوا ازاي وهوريكم برضو التعديل اللي انا عملته فيه يعني انا لبسته حسته مش مش حلو علي فعملت في تعديل لان انا اسبت لكم كل حاجة زي ما هي عشان لو حد قبله حاجة ممكن برضو يعرف من الفكرة اللي انا عملتها يعني انا ما ما بغيرش في الفيديو بس بلوكو كل حاجة زي ما هي عشان لو حد قبله مسلا حاجة زي كده. دلوقتي انا وستعت العيار بتاع المكنة على خمسة وخيطت عملت فرماتورة في الاول وخيطت وطلعت فتلة من القماشة وشدتها كده عشان اكشكش. عملناها مع بعض كتير في الفيديوهات قديمة. اهو كده انا كشكشتها. عايز اقول لكم اني نتيجة تحفة 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 يعني برضو التصوير ما بيبقاش مبين الحاجة كاملة. لو مبقى عندي جدر بيقى او رب او اساور من دي. ده يعني قماش كام مبقى عندي فانا هستغله واستغلته ان انا عملت كده ما تقدري تعملي بكم. تقدري تعملي بكم اللي هو المنفوخ. زي ما بقول لكم كان نازل اللي هو هيقول بكم المنفوخ كده ترند. بيبقى طحفة جدا برضو في اللبس. اهو انا بقول لكم ان احنا هنخيطها هنا. هنخيط ده هعمل الشريط التاني. انا عملت الشريط الاولاني اه في الطول اصغر من من اللي قدام يعني اللي قدام اطول. تقدر انت بقى تعملي اللي قدام اقصر من اللي وارا على حسب زوجك واللي انت عايزي. بس انا اورككم الفكرة. اه زي ما قلت لكم القماش ده يعني انا واخد مني كده يعتبر على كله على بعضه متر الارب. فمش هيكلفك حاجة. وبيباع بالكيلو في الجربات الانلاين اللي ببيع قماش بالكيلو. هتلاقوه برضو عند اه ام ياسمين. وبتهيالي مدام سحر. كنت انا سايبها لكم اللينكات بتاعتها في فيديوهات سابقة. ان شاء الله برضو هنزل لكم لينكاتهم في فيديو لوحده. انا كده جماعة دخلت مقدار حوالي اه عقلتين سباة. واعلمت هحط الشريب بتاعي فين بالزبط. بمسطرة كده وعملت خط مستقيم. وهخيط عليه الخط المستقيم نانا. انتو لما تيجوا بقى تعملوا واعملوا حرد الباط عادية خالص. يعني ما حبيتش تكون الصائد في مع القرانيش. يعني هو هخيط عليه. هو ما بيحتاجش طبعا اه لو عندك مكنة اوبر اعملوا التروف اوبر برضو يبقى شكلها حلو بنفس لون القماش. اه انا خيطته كده على طول برضو لان هو ولا بيحتاج اه يعني ما ما بينسلش ما بيطلعش القماش بيبقى بظبوط. يعني عندي حاجة جاهزة من نفس القماشة كده. اه مش معمولة ولا اوبر ولا اي حاجة. هي متخيطة على طول زي ما اعملتها كده بالضبط. بس يعني افضل لانتو تعملوه بجد يعني ناتجة تحفة تحفة والقماشة مريحة جدا في التفصيل. فيها القرع عالية ومش بيتضايق مع المكنة. وتقدروا تعملو منها برضو صدر فستان مسلا وتدخلو اه وتدخلو الطل مسلا من تحت مع صدر الفستان. هو القماش ده في منه خفيف وفي منه تقيل تقدروا تعملو يعني في التقيل هينفع الشتوي شوية. يعني اللي انا عاملاها دي تقيلة شوية. في منه الخفيف. يمشي كمان صيفي ويمشي شتوي. يعني فيه خفيف وفيه تقيل على حسب النوع اللي انت هجيبيه. بسوا بقى الكورنيش التاني يا دوبك يغطي بس الطرف بتاع الكورنيش التاني يغطي الطرف بتاع الكورنيش الاولاني بس حطيته كده يا دوبك يغطي الخياطة بس. وحددت بقى ها خياطه فين? زي ما انتو شايفين كده. او هي دوبك بس مغطي الخياطة. زي ما قلت لكم تقدروا تلبسوه على كزا حاجة هيبقى حلوة جدا وتقدروا تلبسوا مسلا عليه حزام من عند البطن كده لو لبستوه على فستان سكر او على شميز برضو. وهو انا حددت بقى فين? عملت برضو خط مستقيم الكورنيش التاني وهخيط كده مش هاتني طبعا الخياطة الجوة ولا حاجة لا هحطه كده زي ما انا حطته وهخيطه عشان زي ما قلت لكم ما بيحتاجش حاجة القماشة حلوة ما بتنسلش. قسمتها بننص كده بحيس ان ايه? النص حطيته على عرض الكتفة على خياطة عرض الكتفة اهو. بحيس ان يقدام يبقى طوله زي وراء. اهو انا كده حبيبي بعد ما انا خياطت. انا كده بقيس هعمل الطرف التاني الكتف التاني فبقيس الكشكشة على قد الكشكشة بتاعة الكتف الاولاني اللي انا عملته عشان الاتنين يبقوا متساويين. اهو دخلت عقلتين صباع وعلمت وهاعمل خط مستقيم وهخيط عليه الكورنيش. نفس الطريقة اللي خيطت بها الكورنيشين اللي على الكتف ده هستعملها برضو في الكتف ده. اهو حطت النص فين? هحطه على خيط الكتف وهخيط. هسبتو كده وهخيط. اخر الكورنيش هوريكو دلوقتي ازاي تتنوع عشان ما يبقاش شكله واقف كده ورخم هيبقى هوريكو طريقة كده بسيطة. بتقدروا تعملو بيها. او يعني هشرح لكم دلوقتي لما تيجي وقتها هشرحها لكم. او هو انا هسبت الكورنيش ده. زي ما قلت لكم دخلته حوالي وقلتين صباع. طبعا ده مع الكوم الجابونيز. انا هرجع اقص الزيادة من الكوم الجابونيز ده. وهشيل الكورنيش كمان اللي في الطرف ده. وهدخله لجوه. هوريكو دلوقتي. وده الكورنيش التاني اهو برضو يضوبك مغطي لخياطة الكورنيش الاولاني. هعلم فين انا عايزة اخياطه. وبالمسطرة وهواسه هعمل خط مستقيم. القمشة دي تنفع اطفال وتنفع كبار يعني بصراحة حلوة. ودي برضو بيتعمل منها اللبس التتقيل من تحت الهدوم تقدري تعملي بي حاجة تتقيل كده يعني. تجيبي القمشة التقيلة وتعملي تتقيل تحت اللبس بتاع الولاد. نوها خيط الجناب. انا حبيت اواريكو التعديل اللي انا عملته برضو مردتش اشيله. بحيس ان انتو تبقوا شايفين معايا لو حد حابب بيعمل قاعدة تدوير لحاجة عنده او حاجة. بشكركم مرة تانية لكل الناس اللي سألت علي واتسايا بجد يعني انا انا مش لسه مش فتحة قناتي بالي كتير هاشرح لكم بس دلوقتي دلوقتي بصوا عرض الكتفة هون اخدت عرض الكتف بتاعي انا عرض الكتف بتاعي تسعتاشر انا اخدته هنا تمنتاشر عشان الحاجة لما تبقى قد تقللي آآ من عرض الكتف بتاعك بحيس ان هي بتبقى مظبوطة على الكتف. انا كده هاخدته تمنتاشر ووصلت لحد فتحة الباط اللي انا كنت عاملاها وعملت زاوية قايمة وهعمل الحردة بتاعة الباط مش عندي كيش المسطرة دي اطلعي اتنين ونص سنتي من الزاوية القايمة واعملي زي قوس كده بس ناق عملت الحردة حردة الباط العادية خالص يا رب تكونوا فاهميني نهو بالمنزر ده وهارجع اركب الكورنيش انا طبعا شلت الكورنيش التاني لان زي ما قلتوك انا قيستو معجبنيش وبردو الرقبة حسيت ان انا مش قادرة البس يعني هيقول دلوقتي فقلت هعمله بفتحة رقبة وهوريكو طريقة للبيا كده تركبوه ببساطة الطريقة سهلة جدا نهو انا كده بقص الحردة الخلفية وهفتح القماش واخد الامام بس وقص الحردة الامامية اهي انتوا شايفين هي تبقى متعلمة هي قدامك واحنا كنا رسمينها في الاول وممكن تعمليها مسلس برضو كان طالع الفترة اللي فاتت دي الفتحة السدر اللي هي المسلس دي اه في بلوفر قط برضو زي كده اهو انا اخدت بقى اللي هو الكورنيش اللي انا شلته وهركبه هنا كده انا ركبت الكورنيشين اهو بصوا بقى الحتة اللي قدام دي هتاخدوا زي مسلس كده وتتنوها لجوه وتخيطوها مع نفس الحزة بتاع الخط اللي احنا مخيطينه عشان تطلع معاكم بالشكل المدبب ده او ان انتوا تقصوا الشرايط من الاخر بكيرف كده في البداية. انا هنا تقنتها لجوه. تقنت الطرف الجوه وخيطت عليه. زي المركبناها مع بعض اول مرة هركبها بنفس الطريقة وقدام برده هوريكو هو برضو هياخد طرف المسلس واتنيه قتني الجزء ازي ده الجوه. وخلي الطرف بس هو اللي بحزة الخياطة بتاعتي اهو. شايفين تانيته ازاي? خطت الطرف. وخيطت. ومشيت مع نفس الخط بتاع الخياطة. وخليت الطرف بس هو بسيط منه. او كده اللي اتنين ركبه خلاص. دلوقتي انا هوريكو البيه بتاع الرقبة. انا خدتهو. بفتح كده القماش كده. اشوف الرقبة اخيرة الحد فين كده. زي ما انا عملت بايدي كده. خدته حوالي ستة سنتي في ستة سنتي. عرض الشريط ستة سنتي. فطوله ستة سنتي. هيتقسم لتنين. او كده هخيطه. هتيجي تقسميه لتنين. هيبقى حوالي تلاتة سنتي. في سنتي هيروح في الخياطة هيبقى لك اتنين سنتي زي ما شفتيه المانيكان كده. شفتوا طريقة البيهة بسيطة ازاي? بس ده مع الحاجات اللي بتموت برضو. هوريكو طرق تانية ان شاء الله في فيديوهات تانية. هاخد في نص الرقبة من وراء. الخياطة بتاعتي. وهخيط واشد الاتنين مع بعض. بحيس الاتنين يبقوا في سوى واحد. ويبقى الكشكشها متوزعة. يا رب دي حاجة كده بسيطة قلنا نبتدي بقى مع بعض حاجات بسيطة ان شاء الله نبتدي مع بعض فيديوهات حلوة بازن الله. ياريت تشجعوني بقى وتشيروا الفيديو لو انتو تعرفوا حد بيحب الخياطة او التفصيل شيروا معي الفيديو بتاعي. تبخلوش علينا عشان احنا اعملنا مجهود. كده انا بخيط الرقبة. بشد الاتنين مع بعض. نجي نقطة مهمة ان انت تشد الاتنين مع بعض ما تسرحيش او او تنسي كده ان انت تشد الاتنين مع بعض عشان يبقى مزبوط. بصوا شكله ازاي? الضحفة? بجد يعني انصحكم تعملوه بجد. لو اعجبكم الفيديو لايك ويعلقولي مستنيان مستنيا بقى تعلاقاتكم الجميلة. وده شكله حبيبي في النهاية. هاستنى تعليقاتكم. يا رب يكون عجبكم الموديل. انصحكم لو عندكم بنات تعملوه. ممكن يتلبس على فستان. يتلبس على شميز. يتلبس على كزا حاجة. على جيب ساك. هيبقى شكله تحفة جدا. وياريت تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة. شكرا جدا لكم.